مرحبا بكم من جديد قبل أن أتناول الصورة الجديدة من صور الخروج عن مقتضى الظاهر أريد أن أنبه إلى شيء قد مضى وهو عندما تكلمنا عن الالتفات ذكرنا له كدليل عليه ذكرنا آية من كتاب الله عز وجل وهي الآية السابعة والخمسون من صورة الأعراف وهي قول الله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا هذه الصفة ثقالا أسقطت نسيانا وسهوا ودون قصد مني وكتاب الله عز وجل لابد أن يقرأ كما أنزل دون تغيير أو تحريف بحال من الأحوال إذن الآية الكريمة هي كالتالي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون نعم كان لابد من التنبيه على هذا من مواضيع أو من موضوعات خلاف مقتضى الظاهر أو الخروج عن مقتضى الظاهر موضوع لم أجد في كتب البلاغة القديمة أو الحديثة ما يشرح صدري بشكل كامل حول الإحاطة بها والحديث عنها وهذا الموضوع هو إقامة صيغ الأفعال مقام بعض مثلا بعض البلاغيين تناول هذا الموضوع تناولا جزئيا فالخطيب القزويني مثلا في هذا الباب يكتفي بالحديث عن التعبير بالماضي عن المستقبل وباسمي للفاعل والمفعول عن المستقبل أيضا دون التطرق لأي إقامة صيغة مكان أخرى مثلا كإقامة المضارع مقام الماضي أو الماضي مقام المضارع ونحو ذلك وأيضا ابن الأثير يكتفي في كتابه المثل السائر بالحديث عن التعبير بالمستقبل عن الماضي والعكس وفي كتاب آخر وهو الجامع الكبير يتحدث عن التعبير بالماضي عن المضارع والعكس إذن هو لا يجمع في كتاب واحد بين هذه الأشياء بين إقامة صيغ الأفعال مقام بعض في كتاب واحد وإنما يوزعها بين كتابين حتى بعد التوزيع لا يذكرها كاملة وإنما يذكر أو ينتقي بعضها وكثيرة كتب البلاغة التي تجاوزت هذا الموضوع أصلا فلم تذكر هذا الأمر وهذا الأسلوب فيها ولأن الأمر غير واضح وغير بين بالنسبة للمطلع على كتب البلاغة فإنني أرى والله أعلم العلم عند الله ولكن أرى أن يقسم أو نعم أن يقسم أسلوب إقامة صيغ الأفعال وأسمائها مقام بعض إلى قسمين القسم الأول ندرجه تحت علم المعاني وهو إقامة صيغ الأفعال مقام بعضها الماضي مكان المضارع والمضارع مكان الماضي والماضي مكان المستقبل وهكذا هذا يندرج تحت صور الخروج عن مقتضى الظاهر أما إقامة أسماء الأفعال مقام بعضها فأرى والعلم عند الله أن تدرج في فني أو في علم البيان وبالتحديد في المجاز المرسل لأنها أقرب ما تكون إليه فلذلك أطلق عليها بعض المتأخرين من علماء البلاغة أطلق على إقامة أسماء الأفعال مقام بعضها أطلق عليه التعلق الاشتقاقي إذن ما يعنينا الآن هو الحديث عن إقامة صيغ الأفعال مقام بعضها يقول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الظاهر ومقتضاه يقتضي أن يقال ثم قال له كن فكان ولكن جيء بالفعل المضارع وأنيب هذا الفعل المضارع منابى الفعل الماضي لغرض ودلالة بلاغية وهي إرادة الإفهام أو إفهام القارئ أو المتلقي الاستمرار في تحقق إرادة الله عز وجل فيما يشاء وعدم انقطاع قدرته سبحانه على الخلق والتكوين فالله عز وجل صفة الخلق والتكوين عنده مستمرة لا تنتهي ولا تنقضي فلذلك جيء بالفعل المضارع بفعل التكوين كن فيكون جيء بالفعل المضارع بدلا عن الفعل الماضي كذلك قل الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان مقتضى الظاهر هو أن يقال واتبعوا ما تلت الشياطين لأن الأمر تم وانتهى ولكن جيء بالمضارع مكان الماضي ليفيد التجدد لأن الشياطين عندما كانت تقرأ تلك القراءات والشعوزات والنقولات لم تقرأها مرة واحدة وإنما كانت تعيدها باستمرار على عهد سليمان أيها السادة أيها السيدات العرب تفننوا في هذا الأسلوب في منثورهم ومنظومهم وخطبهم ورسائلهم كعب بن مالك الصحابي الجليل رفع القدر رضي الله عنه طبعا هو صحابي جليل وشاعر مخضر شهد الجاهلية والإسلام وهو من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأنزلت في حقهم الآيات ثم تاب الله عز وجل عليهم هذا الصحابي الجليل يقول أبياتا يرد فيها على شعر ضرار ابن الخطاب ابن مرداس نعم يرد فيها على شعر وذلك فيما يخص غزوة الخندق نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين لم يقل قاتلنا وإنما قال نقاتل إذن هو يسرد الأحداث وكأنها تحدث الآن وكأنها ترى رأي العين نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين نعاجلهم إذا نهضوا إلينا بضرب يعجل المتسرعين ترانا في فضاف ضسابغات كغدران الملا متسربلين وفي أيماننا بيض خفاف سيوف خفاف وفي أيماننا بيض خفاف بها نشفي مراح الشاغبين إذن جاء بالفعل المضارعي بديلا عن الفعل الماضي ليصور لنا المشاهد مشاهد تلك الغزوة ومشاهد البطولة التي كانوا عليها إذن كعب بن مالك رضي الله عنه اتخذ من الفعل المضارعي مطية وجسرا يصل من خلاله إلى ما يريد وهو أن يصور المشاهد وكأنها تبس بسا حيا لا كأنها مشاهد انتهت صارت وانتهت وإنما يريد للسامع هذه الأبيات حتى لو جاء بعد آلاف السنين أن يشعر بها وكأنها تحدث الآن نقاتل نعاجلهم ترانا في فضاف ضسابغات ونحو ذلك يقول الله تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور طبعا كل ما ورد من الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل التي تتحدث عن يوم القيامة كل ما ورد منها بصيغة الماضي هو من هذا القبيل أتى أمر الله هو لم يأتي ولكن جاء بالفعل الماضي بدلا عن صيغة المستقبل لم يقل الله عز وجل سيأتي أمر الله قال أتى أمر الله جاء بالماضي بديلا وأقيم مقام المستقبل ليدل على أن الأمر محقق وثابت ولا يستطيع أحد إنكاره لو رفعت هذا القلم أمام الناس فقلت لهم رفعت القلم هل يستطيع أحد أن ينكر هذا الشيء؟ أبدا لأنه قد رفع وانتهى وكذلك عندما يأتي الله عز وجل بهذه الصيغ فيقول أتى أمر الله قضي الأمر ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف كلها لم تأتي ولم تحدث غلبت الروم عندما نزلت الآية لم تكن الروم قد غلبت ولكن هذه من معجزات القرآن الكريم وفعلا فيما بعد غلبت الروم نعم هذه هي صور إقامة إقامة صيغ الأفعال مقام بعضها هذا هو الحديث عن إقامة صيغ الأفعال مقام بعضها من الخروج عن مقتضى الظاهر أيضا ما يعرف بالتغليب التغليب وصور مقتضى الظاهر لا حصر لها ولكن نكتفي بهذا فنذكر التغليب على أنه الصورة الأخيرة التي نتناولها في دورتنا أو في هذه المحاضرة يقول عنه السكاكي أبو يعقوب السكاكي رحمه الله هو باب واسع يجري في كل فن ويتمثل معناه في إطلاق لفظ أحد الصاحبين على الآخر من باب التغليب والترجيح له على صاحبه لعل أبرز حكمة من التغليب هي الإجاز عدم تكثير الكلام عدم الإطنابل في الكلام فالله عز وجل عندما ينادي المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا هو يغلب المؤمنين على المؤمنات يغلب صفة الذكور على صفة الإناث المراد يا أيها الذين آمنوا ويا أيها المؤمنات ولكن جاءت هذه الصيغة من باب التغليب وكذلك الآيات التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها الملائكة التي يذكر الله تعالى فيها أمر أمره للملائكة بالسجود لآدم فيذكر أيضا إبليس ونحن نعلم أن إبليس ليس من الملائكة هو من الجن هو خلق من نار أما الملائكة فقد خلقوا من نور ومع ذلك يذكر الملائكة ويستثني منهم إبليس مع أنه ليس منهم وهذا أيضا من باب التغليب يقول الله تبارك وتعالى هم درجات عند الله مقتضى الظاهر أن يقال هم درجات ودركات لماذا؟ لأن الحديث في الآية هو عن أهل الرضوان وأهل الصخت عن أهل الرضوان وأهل الكفر ومع ذلك من باب التغليب قال الله تبارك وتعالى هم درجات اكتفى بالدرجات عن ذكر الدركات الدرجات هي التي تفيد العلو والدركات هي التي تفيد الدنو أيضا قول الله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هنا التغليب جاء في موضعين في ما أيشركون ما لا يخلق مع أنهم كانوا يشركون مع الله العقلاء وغير العقلاء ولكن جاء بما التي تفيد غير العقلاء لأنهم غالبا كانوا يشركون مع الله تعالى أصنامهم التي لا تعقل هذا الموضع الأول الموضع الثاني أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذه الشركيات هذه الأشياء التي كانوا يشركونها مع الله تعالى ونعلم أنهم تختص بالعقلاء فمقتضى الظاهر أن يقال وهم يخلقون وهي تخلق هم للعقلاء ولكن غلبت صفة العقلاء على غير العقلاء أيضاً هذا من باب التغريب أيضاً يقول الله تبارك وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة الأصل أن يقال فالله يحكم بينكم وبينهم الحكم لا يكون بين فئة متفقة في الاعتقاد وإنما يكون بين فئتين بين فئتين متغايرتين في الاعتقاد وفي المصير فالله يحكم بينكم وبينهم هذا هو الأصل وإنما جئ واكتفي بقوله تعالى بينكم من باب التغريب وكما قلنا يعني الحكمة الأولى من التغريب هو أو هي الإجاز في الكلام وبذلك نكون قد أنهينا المحاضرة الثانية والتي تحدثنا فيها عن أحوال الإسناد الإخباري إلى أن ألقاكم في المحاضرة الثالثة بعون الله تعالى أرجو من الله عز وجل لي ولكم التوفيق والرضا والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر